من أراد أن يقيم علاقة صحيحة مع القرآن فلا بد أن يسلكها وهي أن يقرأ القرآن وأن يسمع القرآن وأن يسمع القرآن وهذا هو الأول أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع الثاني أن تتدبر القرآن وأن تفهم كلام الله فبعد القراءة والسماع والإسماع بذل جهد للفهم والتدبر فإذا فهمت فهما صحيحا بعد تدبر فيأتي الشرط الثالث وهو الإيمان واليقين بحقائق القرآن فإذا آمنت فيأتي الأمر الرابع وهو الخضوع والانقياد والعمل بما تعلمت من القرآن فهذه إذن أربعة أمور من أراد أن يقيم العلاقة الصحيحة مع القرآن وأن يتحقق برسالة القرآن التي هي الهدى فيكون مهتديا بهدى القرآن ويكون حاملا لهدى القرآن فهذه هي الطريق لتحقيق ذلك بهذه الأمور الأربعة